بعد ما حلمنا بالطفولة بعد ما كان عندنا قصص كتير ينفكر فيها سرنا بنا نروح للهدف بنا نروح للجامعة بدنا ندرس بدنا نكمل ولكن المفارقة أنت جوستي على عمر كتير صغير أذا كنت مهيئة مأهلة وما خبتك كمان تأثر على طموحاتك العلمية على الأشياء اللي بدك تعمليها كنت بالجامعة لا شك أرار صعب كان بوقتها بعمر صغير ما أنه هين تاخد أرار زواج بس الأساس هي أديش الشخص يلي ريفقك الطريق هو اختياره كان بالموقع الصح وأنا الحمد لله كنت من الأشخاص المحظوظين أنت وفقت بشخص حدي دعمني ساعدني وقف حدي وما حسسني بهذه الخطوة اللي هي خطورة هذه الخطوة لأنه كان مساند لألي بكل مراحل حياتي فالحمد لله أنه يوسف جوزي هو من الأشخاص كانوا تدعمين لألي وساعدني لأنه كمان كف حياتي بعزم وتابع كمان دراستي وهي كانت بناء على شرط من الوالد يعني فهو يوفي بالشرط أنا أول شرط أنك أنت تكملي الدراسة تكملت يعكل خلصتي من الجامعة الأمريكية وتوظفتي بوزارة المال كان أول عمل لأليك وزارة المال واستمرتي فيه يمكن أكثر من 25 سنة كيف توصفي مرحلة الدراسة بالجامعة بالجامعة الأمريكية مين كان الملهم لأليك المؤثر لبعدين اتجهتي رحتي على على وزارة المال يلي هي فعلا يمكن قليل ما تلاقي وظيفة معينة ممكن لأمرأة تاخد دور مهم بالوزارة صحيح الجامعة على شكل تلعب كتير دور خاصة لما تنتقل من المدرسة للجامعة وتصير أنت عم تختار الكورسي استبعولك والأساتذي كمانا أنت تختار الأساتذي يلي بدك ترجع لهم بآراءك ويقدروا يفيدوك كمانا بمستقبلك لأن هذا المستقبل عم تشق فيه طريقك دكتور يوسف سيداني أكيد لعب دور كتير كبير لأنه كمانا كان أستاذي بالأكاونتينج دكتور عماد بعلبكي كمانا كان الأشخاص يلي كتير بعزهم مشاركونا بكتير نصائح دكتور بيجان أزاد دكتور عاصم صفي الدين وفي كمانا دكتور كامل عبد الله علمني كوست تشينج مانجمتني اللي كان تشينج in my life وفي دكتور عماد الزبيب يعني هول أسامة تركوا أثر فيي لحديث مصرد أنا زميلتهم وكمانا زميلتك بالتعليم بالجامعة الأمريكية ومن بعد أكيد يعني هذه التجربة فادتني كتير وبتخيل هي اللي ساعدتني خاصة بالصفات القيادية كمانا لأنه أنت ما عم تاخد بس الأكاديميا أنت عم تاخد كمانا صفات ناعمة أو خلينا نقول صفات human skills لأن الصفات ناعمة يمنى ناعمة كتير هي hard skills لشك بس هي صفات ضرورية لحتى نكفي بتجربتنا العملية أكيد ارتبط اسمك منال بالتفيقاء والعالم هاي دي كانت أكتر شغلة يمكن على زمن وزير فؤاد السانيورة الوزير فؤاد السانيورة الناس ما حبتها وقتها يعني وحستها شي تقيل ومبعر شو عم يعملوا كيف واجهتي هيدا الموقف أنا من الأمور اللي هيك مضحكة وقت الوزير السانيورة اختارني للضريبة على الإيميل مضافة وكنا نحنا يعني فريق كتير صغير فكان عبيقلي جبناك على التفيقاء لنحبب الناس فيها بعد شي شهر جيت لعنب هلأ بهذه النقطة معوحة جيت لعنب عم بتكي مع علي الوزير حب والتفيقاء بس كرهوني لإلي بس إنه كانت تجربة أكيد رائدة وهوني أنا أخذت درس إنه الواحد ما بيعرف إيمة الفرصة يلي عم تصله غير ما تكون فأنت بتاريخ اللي بتحصل على الفرصة هي بتكون شكلها مثل أي عمل عادي فلازم تعرف مين تسأل مين تاخد نصيحته لحتى تقرر إذا بتروح به الخيار أو لا لأنه إذا قطعت بيكون فهيدي الدرس اتعلمته بالفعل أنا ما كنت عارفة إنه الـ VAT أو ضريبة على الإيمة المضافية رح تكون من أبرز الدرائب بالعالم مش بس بلبنان ما كنت عارفة إنه أنا رح سير مستشار ضريبة وVAT هي رح تخدمني لحتى تكون مستشار ضريبة دولي وهوني أنا برجع لسؤالك لما سألتني شو أحلامك بقلك هون بلشت أحلام لأنه هلأ يعني بلشنا نركز على أحلامنا بأدوار قيدية أكتر وبلشت أحلام أنه أنا بدي كون إنترناشنال تاكس أدفايزر وهيدا اللي وصلت له هلأ وكمان مثل ما قلنا كل مراحل هي تساعدتني لأوصل فهي الفكرة أنه الحلم بيتغير مع الوقت بس كتير مهم أنك تعرف حالك شو بدك واللي حدك يساعدوك لتوصل لهيدا الهدف وأكيد تعرف مين تختار ليساعدك